اشعر بنعمة الله هذه النعمة تشير أيضاً لبشائر آخر الزمن فكما جاء في كتاب الله يوئيل هو أعمال الرسل لأنهم كتبوا من وحي الله الذي هو روح الله أي روح القدس على المجيء الأخير حلو أن الإنسان يفكر في المجيء الأخير وفي اليوم الأخير ويبقى دائماً منتظر يقول نعم تعال أيها الرب يسوع لكن بلاشي ناخد لأن تكملت السؤال الحقيقة بيتكلم عن يعني هو شايف أن العالم كله بيستعد للزوال يعني على أي الأوضاع أنا يهمني أنا أكون مستعد مش للزوال أنا مستعد أن أنا أترمي في حضن ربنا وألاقي ساعدتي فيه ويكون لي نصيب في الأبدية فدايماً نبص هو طبعاً بيطالب أن ننشر كلمة الله طبعاً هو غاية الكتاب المقدس في العبارة لقبل الأخيرة نعم تعال أيها الرب يسوع فيش حاجة تشغني عنها كعب سواء في بيتي أو في كليتي أو في عملي أو في كنستي أو في خدمتي أو في افتقادي للناس في كل عمل صغي حتى في أكلي وشوربي حتى في نومي أنا نائمة وقلبي مستيقظ فأولاد ربنا دايماً مستعدين يعني مستعدين لمجيء المسيح الأخير ومشتئين له من كل قلبهم